اشتركوا في القناة الملك حمد من عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مؤكدا المجلس دعم مملكة البحرين الجهود المبذولة في تعزيز العامل الخليجي المشترك بما يعود بالنفع والخير على الدول الخليجية وأبنائها ثم أكد المجلس على أهمية لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع أخيه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ضبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مشيرا إلى عمق الروابط الأخوية والعلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي ترتكز على جذور راسخة ومتينة جسدتها المواقف المشتركة عبر مختلف المحطات التاريخية مشيدا بمخرجات اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي عقد مؤخرا بمملكة البحرين ورئيس الوفد الإماراتي إليه سمو الشيخ عبد الله بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة بعدها رفع المجلس أصدق التهاني والتبركات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا بمناسبة فوز مملكة البحرين بثلاث جوائز ضمن جوائز التمييز الحكومي العربي هي جائزة أفضل وزير عربي والتي فاز بها معالي الشيخ سلمان من خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وجائزة أفضل مشروع عربي لتنمية المجتمع التي فاز بها مشروع العقوبات البديلة وجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب التي فاز بها المشروع الوطني لامع معربا المجلس عن الاعتزاز بالإنجازات التي يحققها فريق البحرين وتمييزه في مختلف المجالات والذي حظي بعجاب وتقدير دولي بعد ذلك أشار المجلس للجهود التنظيمية الناجحة للكوادر الوطنية في مختلف الجهات الحكومية التي ساهمت في إنجاح تنظيم الفعاليات الإقليمية والعالمية التي احتضنتها مملكة البحرين مؤخرا مؤكدا المجلس في هذا الصدد على أهمية معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني مراعي 2024 الذي أقيم تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم مشيدا بالجهود الكبيرة التي بدلها الحرس الملكية التابعة لقوة دفاع البحرين وبمساهماته القيمة في نجاح هذا المعرض وبالجهود التنظيمية التي بدلتها وزارة شؤون البلديات والزراعة والجهات الحكومية ذات العلاقة والتي أسهمت في إنجاح المعرض وفي هذا الصدد اطلع المجلس على تقرير مرفوع من سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة كما أشار المجلس إلى ما حققه معرض الجواهر العربية 2024 ومعرض سيتسكيب البحرين 2024 ومعرض العطور العربية 2024 والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء من نجاح وتميز على مستوى المشاركة والحضور بما يعكس تميز مملكة البحرين في صناعة المعارض وشاكرا للكوادر الوطنية العاملة في وزارة الداخلية ووزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض ومؤسسة التنظيم العقاري وكافة الجهات ذات العلاقة وجهودها التي كانت الأساس في نجاح تنظيم الفعاليات الكبرى التي استضافتها المملكة مؤخرا اطلع المجلس على تقرير مرفوع من اللجنة الوزرية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول دور هذه المعارض الثلاثة على الصعيد الاقتصادي بعد ذلك رحب مجلس الوزراء بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية بوساطة دبلوماسية بلناء من الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية مؤكدا ضرورة الالتزام بالاتفاق من قبل جميع الأطراف بعد ذلك وافق المجلس على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشرعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعية والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشرعية حول الاندمام إلى مبادرة شراكة الرياض العالمية من أجل مقاومة الجفاف مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشرعية حول مذكرة تفاهم بين كلية البحرين التقنية بوليتيكنيك البحرين وجامعة شينجهاي بشأن الشراكة الاستراتيجية مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشرعية بشأن البرنامج التنفيذي في المجال الرياضي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية بعد ذلك استعرض المجلس متكرة سعادة وزيرة التنمية المستدامة حول مستجدات تنفيذ أولويات وزارة التنمية المستدامة 2023-2024 ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي نتائج المشاركة في حفل جائزة التمييز الحكومي العربي المشاركة في الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب نتائج المشاركة في افتتاح أعمال الكونغرس العالمي للإعلام نتائج تطبيق يوم التعلم عن بعد لجميع المدارس الحكومية نتائج المشاركة في أعمال منتدى مسك العالمي نتائج المشاركة في أعمال منتدى المرأة العالمي المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات وزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين خلال شهر ديسمبر الجاري ترجمة نانسي قنقر